ففي جزء تاني تعرفه العرب من لغتها بيعرفوا الناس اللي هم أقحح لو في حد دلوقتي متمحس في اللغة العربية ولو غير مسلم هقرى يفهمه لأن القراشيين بتوع مكة وبتوع الجهلية كانوا بيروا يفهموه ما كانش طلاصم بالنسبة لهم وهم ما كانوش لسه أسلم وهمش مسلمين ليه لأنه نزل بلغة العرب بزر يبا دي الدرجة الأعلى في درجة تالتة يقول لك ايه وشيء يعرفه الراسخون من العلم الراسخون في العلم اللي هم المتعلمون اللي هم المتخصصون اللي هم الناس اللي درسين زي أي علم في الدنيا في برضو درجات في معلومات عندنا كلنا عامة في علم الطب وكلنا منعرفها طب ممكن آية مثلا نقول لديه مثلا الرسخون في العلم زي مثلا لما أجي أتكلم في الآيات اللي بتكلم عن المواريث أو مثلا الآيات اللي بتكلم عن عدة المرأة أو مثلا ما يتكلم عن الإلاء أو ما يتكلم عن الظهار أحكام لو واحد ممكن الواحد يقرها مش يفهمها من أول مرة يعني ايه بقى متخصص دي مش معناها كاهن عشان الناس فهم غلط متخصص يعني دارس يعني دارس يعني عارف يعني قعد على العلوم دي واراها وفهمها وتعمق فيها ودرس على ايه المدرسين ففاهم زي اي قلم في الدنيا الف بيه بتاعته انك تكون ايه درسه ما ينفعش تفتي فيه بغير قلم يبقى انت كده التخبط وخبط عشواء يبقى دي تلت حاجة رابح حاجة بقى ما استأثر الله بقلمه اليوم ما يعلم تأوي له الا الله الله يفتح عليك تلاقي حاجات في القرآن زي مثلا ربنا لي تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله واتينا ايه سبنا مرمى البيات وإلى خير كذا كذا تلاقي تفاصيل الرسل دي كلها ما جاتش عندنا وممكن حتى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك في سورة غافر في سورة البقرة نفس القصة نفس الشيء إذن بتلاقي في بعض الأمور وحتى بعض الليات اللي هي بعض الصور اللي تبدأ بحروف متقطعة زي ألف لام ميم وصاد وقاف والحاجات وبرضو في النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك إبقى ده مما استأثر الله بعلمه المقطعات اللي فوائل الصور دي أمور أنا ما قدرش أفهمها دي تحتاجوا إيه زي ما ربنا عليه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويل يعني يوم القيامة يبقى فيه أمور استأثر الله عز وجل بعلمه أنا كده بتعامل مع القرآن المسلمون الشق رقم واحد ده لا يختلف عليه اثنين هو إيه الذي لا يعذر أحد بجهالته اللي هو دلالته دلالة قطعية زي يقوله والله أحد خلص كل أي حد فهمها وعارف وممكن بها واضحة زي ما يقولك إيه وأقم الصلاة وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة زي ما يقولك كتب عليكم الصيام كلام واضح لا يلتبس على عربي ولا على عجمي لو جبتوا ترجمتوا كده في جوجل ترانسلات هتطلع لك المعنى واضح لو أنت حتى هندي مش محتاجة ده الذي لا يختلف عليه المسلمون لذلك عندنا مساحة الاتفاق في الإسلام على القطعيات وعلى أصول العقيدة وعلى أصول المعاملات وعلى الأصول الدينية كبيرة جدا إنما الاختلاف عندنا بيقع في الأمور الفرعية ترجمة نانسي قنقر